عن تزويد العالم القراوي بالماء الصالح للشرق للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصلة والمعاصرة تفضل واضع السؤال تفضل سيد نائب شكراً السيد الرئيس المحترم السيد الوزير المحترم نسائلكم عن استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بتزويد ساكنة العالم القراوي بالماء الصالح للشرق شكراً جواب السيد الوزير شكراً سيد الرئيس نائب إذن عطفاً على ذلك الشيء اللي قلت ما تفضلت به قبل قليل هو الذي يجري بالنسبة لهذا العالم القراوي هذه فرصة لنعطي واحد الرقم بالنسبة للمكتب الوطني الكهرباء الماء الصالح للشرق استثمارات في العالم القراوي تصلت تقريباً 11% إلى جوز مليار درهم خلال الفترة المبتدة خلال العشريات الفريطة مكانت من تعميم تزويد في الوسط القراوي لناسبين جيدة وطبعاً حتى يبقى هذه الأشكال التي تكلمت عليه الذي نحضو بصدد حلية في إطار البرنامج الأولوي شكراً سيد الرئيس شكراً سيد الوزير تعقيد سيد نائب تفضل سيد نائب شكراً سيد الوزير المحترم سيد الوزير سيد الوزير المشكلة الكبيرة هو أنها غير منطقية كيفما تعرف سيد الوزير على سبيل المثال إقليم فحص أنجراء رغم أنه تعرف تطور اقتصادي مهم ورغم أنه تتوفر في مجموعة المشاريع كبرى وضخمة مثل الميناء المتوسط الذي يتعدم بين 20 ميناء في العالم ومع ذلك أقليم فحص أنجراء يومنا هذا ما تتوفرش فيه حتى 10% من الماء الصارح للشرب سيد الوزير المحترم نحن نهارتو نحن نسؤولي على هذا الإقليم ونسألو ما هو السبب الذي يجعل هذا الإقليم ما تتوفرش فيه الماء الصارح للشرب صراحة القول الغياب لكم السيد الوزير على هذا الإقليم سيد الوزير قمت بصفقة تتعلق بشريت الساحلي قصر صغير قصر المجاز في 2014 وإلى يومنا هذا لم نعرف نحن 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 جد شركة خدمت لنا 10% وخرجت لنا الطرقان وليوم لم نعرف نحن 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 سيد الوزير سيد الوزير محترم سيدنا الله نصره يعطي وحلعنا كبيرا بلدنا ويجلب لنا مشاريع كبرة وضخمة ولكن كان لقوا على أنه الحكومة لا تفاعل مع هذه المشاريع وما قدش تواكب هذه المشاريع شكراً سيد الرئيس سيد الوزير شكراً سيد نائب هل هناك من تعقيبات إضافية سيد نائب عن العدالة والتنمية تفضل شكراً سيد الرئيس سيد الوزير الجانوب الشرقي المعرف بتربية الماشية والرحل كيحتاجوا سيد الوزير إلى شاحنة صهريج ولذلك نتمنى سيد الوزير على أساس تزودهم كنموذج جماعة ولاد محمد إقليم توريط لأن كيحتاجوا الجماعة صهريج بشي يسقيوا ولادهم ويسقيوا الكسيبان شكراً سيد الوزير شكراً سيد النائب هناك تعقيبات إضافية أخرى ما كانت تعقيبات كانت تعقيب الفريح استخلالي تفضل سيد الوزير رجول جماعة بإقليم تازار كي يعاني من الظويد بالماء الصلاح الشر في الما كارسلكم سيد الوزير كتبور الدراسة على طور الإنجاز بغينا نعرف الدراسات في نصلا سيد الوزير شكراً سيد النائب محترام رد سيد الوزير فيما تبقى من الوقت بالنسبة للفحص أنجرة يبدو سيد النائب ما تبقى في هذه المنطقة لديك هذا إقليم الذي تعرف طفرة صناعية كبيرة جداً هل يعقل أنا أطرح لك سؤال هل يعقل دار في استثمارات والمام كيف يشفي الأرقام التي تبقى كلها غلط وأنا أعطيك بالتفصيل ما يدار في الفحص أنجرة وأكبر عدد السدود في دار في هذه المنطقة وإن شاء الله نطلقوا وهو مشروع كبير من السد البني منصور الذي سيكون في أكثر من المليار رنص من الأمطار المكعبة الذي سيكفي الشمال كله فيما يتعلق بالدراسات التي تكلم عنها سيد النائب من الفريق الاستقلال وحدى التعادلية أنا أستاذ نعطيك الدراسات قراءها ونرى لأن هذه القضية للدراسات هي أمور لا يمكن التجاوزها أنت دائما تطرح سؤال كأنك تريد عندما تطرح السؤال يتجاوز المشروع والحال أن هذا غير ممكن لأنه يجب أن نزهأ مع المواطنين ونقول هناك برمجة مشروع تنبني على دراسات لا يمكن التجاوز الدراسات لا يوجد أبقاد العمار الذي تجاوز الدراسات ولا يوجد أي وزير آخر يتجاوز الدراسات تتجاوز الدار وقتها ومن بعد الدار تتبيئة المالية وبطبيعة هذا نصهر عليه والدالي لديك أن حجم الاستثمارات التي تدرت بلادنا في قطاع الماء كبير كبير جدا ويجب أن عدد المناطق الحضرية أو عدد المراكز لا تعرفوا خاصة في الماء إذن لا يخصنا أن نعم محيد كين بعض المناطق الكراوية فيها مشكلة الماء أن نسحبه على بلادنا كلها وإلا تولي هذا نوع من العباد الذي لا يفيد تبيع الحال بلادنا شكرا السيد الرئيس شكرا السيد الوزير السيد رئيس نقطة نظام تفضل شكرا السيد الرئيس فقط مذكير الحكومة أنها هنا تجاوب على أسئلة النوال ماشي للتقييم العمل لهم السيد النائب مخالص الدائرة دياله وتيقوم بالعمل دياله على أحسن ما يرام تجاوبوا على قد السؤال ماشي حاجة شكرا شكرا سيد الرئيس